طيب خلينا نتكلم شوية عن فترة المماليك وحادرتك ذكرتها طبعا بشكل كبير جدا في الرواية شايفة انه احنا لازم نرجع نقرأ تانية عن الفترة دي ايه ماذا اهمية الفترة دي في تاريخ مصر من وجهة نظر حادرتك هي فترة مهمة جدا في تاريخ مصر تعتبر اخر عصور النهضة الاسلامية في التاريخ الوطن العربي كله وطبعا هي مش بغضة حقها خالص عايزة دراسة متعمقة عايزة دراسة مختلفة انا تكتبت عنها في رواية اولاد الناس وفي رواية سبيل غارق الطريق والبحر في رواية اولاد الناس طبعا بصيت لعصور المملكية من خلال مسجد سلطان حسن وبناء مسجد سلطان حسن في رواية سبيل غارق اتكلمت على جزء مهم جدا وهو حرب المماليك المصرية مع البرتغاليين على حدود الهند فحادرتك شايفة قد ايه مصر كانت مسيطرة على البحور لحد الهند فاحنا بنتكلم عن عصور فيها قوة شديدة جدا سواء كانت قوة اقتصادية او قوة سياسية زي ما قلت ما خدتش حقها قوي فانا كنت بحاول ان انا اقولك الدوق على فترات معينة زي الحروب دي وزي بناء الشديد اللي حصل والعمارة الرائعة للمماليك في مصر اللي يتعتبر اجمل عمارة اسلامية على الاطلاق ده بقى بالمعمارين يعني مش هادة المعمارين